متى موعد اطلاق البلايستيشن 5 في السوق السعودي؟ رسمياً اطلاق البلايستيشن 5 في السعودية بيكون في يوم 19 نوفمبر الموافق 4 ربيع الثاني كم بيكون سعر البلايستيشن 5 الرسمي في السعودية؟ النسخة العادية بيكون سعرها 2299 ريال أما النسخة الرقمية بيكون سعرها 1839 ريال طبعاً هذه الأسعار شاملة ضريبة هل في فرق بين النسخة العادية والرقمية؟ بحسب المواصفات الرسمية ما في أي فرق تقني إلا عدم وجود قارئ أقراص في النسخة الرقمية اللي بتحتاج تحمل ألعاب عليها عن طريق الإنترنت عشان تلعبهم كم سعر يد التحكم وباقي الأكسسوارات؟ أسعار الأكسسوارات بشكل رسمي في السعودية بتكون كالآتي سعر يد DualSense هو 349 ريال سماعة بول 3D بتكون 499 ريال الكاميرا بـ 299 ريال الميديا ريموت بـ 149 ريال أخيراً قاعدة الشحن بـ 149 ريال كلها بتتوفر في أول يوم مع إطلاق الجهاز رسميا إيش الألعاب اللي بتتوفر للجهاز في يوم إطلاقه؟ عندنا لعبة Astro's Playroom بتجي مخزنة مسبقاً في أجهزة بلاي ستشن 5 أما ألعاب سوني المؤكدة يوم الإطلاق فهي Demon's Souls Destruction All Stars Marvel's Spider-Man Miles Morals Sackboy A Big Adventure أيضاً في ألعاب من الطرف الثالث تم الإعلان أنها بتصدر في اليوم الأول لستار الجهاز مثل Call of Duty Black Ops Cold War وفورتنايت وقد فول وأيضاً ممكن ينضم لهم ألعاب تعلن لاحقاً هل ألعاب سوني للبلاي ستشن 5 بتكون حصرية؟ في ألعاب بتكون حصرية بالكامل لجهاز بلاي ستشن 5 وما بنقدر نلعبها على أي جهاز تاني مثل لعبة Demon's Souls وأيضاً Ratchet & Clank Rift Apart لكن سوني أعلنت أن بعض الألعاب بتكون متوفرة أيضاً على جهاز بلاي ستشن 4 منهم Spider-Man الجديدة الجزء الثاني من Horizon وساكبوي A Big Adventure هل صحيح أن سعر الألعاب بيرتفع مع الجيل الجديد؟ عدة شركات منها سوني قررت ترفع أسعار الألعاب بشكل عام وتكون أسعار الألعاب سوني من الطرف الأول ما بين 50 إلى 70 دولار تختلف حسب اللعبة كمثال على الأسعار الجديدة هذه بعض الألعاب اللي بتصطر في السعودية مع سعرها الرسمي الشامل للضريبة Demon's Souls و Destruction All Stars بيكون سعرهم 299 ريال أما ساكبوي A Big Adventure بيكون سعرها 259 ريال في المقابل Spider-Man الجديدة من Marvel بيكون سعرها 219 ريال بشكل عام من الآن وصاعداً نقدر نقول أن الألعاب الضخمة والرئيسية بيكون سعرها الرسمي 299 ريال إيش هي الخدمة الجديدة PlayStation Plus Collection؟ هذه الخدمة توفر مجموعة ألعاب مختارة من الحصريات وألعاب الطرف الثالث اللي صدرت على PlayStation 4 عشان تعمل على PlayStation 5 وراح تكون مجانية لمشتركي خدمة Plus وقت إطلاق جهاز PlayStation 5 من الألعاب المؤكدة للخدمة Batman Arkham City, Bloodborne, God of War, Monster Hunter World و Persona 5 وغيرها الكثير هل الألعاب PlayStation Collection بتكون نسخة محسنة وتستفيد من قدرات PlayStation 5؟ للأسف سوني ما وضحت أي شيء عن هذه النقطة الخدمة اللي نعرف عنها باختصار هي أنها تقدم قيمة إضافية لمشتركي البلوس بدون أي تكلفة إضافية هل بتشتغل خدمة PlayStation Plus Collection في السعودية؟ نعم لكن ممكن الألعاب تختلف من دولة إلى دولة حسب القوانين المحلية عندي ألعاب PlayStation 4 قديمة وبأعرف إذا بتشتغل على جهاز PlayStation 5 بحسب تصريح سوني أكثر من 95% من ألعاب PlayStation 4 قابلة للعب على PlayStation 5 للأسف ما نعرف إيش الألعاب المشمولة في نسبة الـ 95% للآن هل أقدر أستخدم يتحكم جهاز PlayStation 4 القديمة على جهاز PlayStation 5؟ نعم تقدر تستخدمها فقط على ألعاب PlayStation 4 القديمة اللي عندك لكنها ما رح تشتغل مع ألعاب PlayStation 5 الجديدة نهائيا هل احتاج تلفزيون جديد عشان أشغل PlayStation 5؟ لا الجهاز ممكن يشتغل على أي تلفزيون فيه منفذ HDMI لكن إذا تبي تستمتع بأقصى قدرات جهاز PlayStation 5 الأفضل يكون عندك تلفزيون يدعم دقة 4K وتقنية HDR بالإضافة لوجود منفذ HDMI 2.1 عشان يدعم المزامنة وسرعة 120 إطار القصوى شكرا شكرا